طبعاً إحنا في الختام نعاوز أترك الفرصة الأخيرة إليك تحكي وتشاركينا أخت رشان أنا أحب أشارك بعض الاختبارات في حياة الصيام والصلاة حياة الصيام والصلاة بالنسبة لي كانت حياة مختلفة تماماً مسيحياً عن حياتي في الصيام والصلاة قبل ما أتقابل مع المسيح الصيام والصلاة كنت بأديهم وكنت بعمل الفروض علشان أتقرب من الله لكن المسيح الذي أخلى نفسه آخذ عن سورة عبد صائراً في شبه الناس جيه لي أنا شخصياً جيه لي أنا جيه لرشا والمسيح عايز يجي يزور كل واحد فينا فيكم كل واحد قاعد فتح قلبه كل واحد نفسه يعرف من هو يسوع كل واحد ربنا عايز يلمسه النهاردة علشان يقوله الموضوع مش صيام وصلاة مفروضين لكنها علاقة اختيارية الله اعبده اعبد الله بروحك بقلبك قدم له العبادة بالصلاة والصيام والصدقة دي عبادة ده نوع من أنواع العبادة هو الغاية الله هو الغاية مش الحسنات هي الغاية لو أنت لسه ما سلمتش حياتك للمسيح صلي معايا يا عزيز صلوة الصف القصيرة قل له يا رب نور عيني يا رب افتح قلبي يا رب نور دهني يا رب من فضلك يا رب أنا عايز أعرف الإله الحق عايز أعرف إزاي أعبدك عبادة حقيقية روحية مش أشكال شكلية خارجية لكن يا رب تكون حاجة حقيقية افتح قلبي عشان أعرفك وعشان أعبدك بشكل حقيقي يا رب من فضلك بإسم الرب يسوع أمين